لأ كابتن حسن كان مبطل سعيدا كان بطل ها؟ اه طيب انت بعد ما في اسكوا انت معجلكش طموح كده بعد ما حطيته جونين في الترسانة وبتلعب قدام نجوم كبيرة ما فكرتش انك تروح اهلي او زمالك اويلات انا رحت النادي الاهلي قابلت الكابتن عدلي وقيعي ده كالسنة كام؟ اه حاجة وسبعين السنة اللي راح فيها مختار؟ حاجة وسبعين السنة اللي راح فيها مختار؟ ايوه اربعة وسبعين اربعة وسبعين؟ ولا اه تمانية وسبعين؟ ستة وسبعين ستة وسبعين سبع وسبعين ستة وسبعين سبع وسبعين مصبور حضرتك اه رحت قابلت الحاجة احمد سكرات ايوه كان معاه عدل القياي اه استاذ عدل القياي اه فروحنا عدت معاهم فقالولي الحمدى نوح احنا عايزينك مستر هيدروكويتري سافر اه اجازة مجا وقال خلصه حمدين حلعب بمصطفى عبدو الخطيب حمدينوح مختار يجي يكمل من نصف الملعب اه ودوري وكاس مدى الحياة اذا لو اللعب ده قلت له انا تحت امر النادي العلي قل لي متقلقش احنا ممكن نصفرك تروح سافر برة وبتاع وترجع على النادي العلي قلت له انا ايه حصل بعد كده؟ رحت نادي زمالك كابتن حسن حلمي انا واحمد عبر حابو مختار انا واحد وعشرين سنة وانتو في اسكو واحنا في اسكو بس كان مختار ماضي في النادي الاهلي كان موقعي كابتن حلمي الله يرحمه راجل محترم جدا يا سلام يا سلام قال له بص يا ابني انت ماضيت في النادي الاهلي قال له اه قال له طب انت لو عايز نادي الزمالك هجبلك استمارة تمدى عليها لو مش عايز نادي الزمالك انمدى للسمارة روح علي النادي الاهلي يا سلام يا كابتن شوف الاحترام يا اخ진 فيين الكلام ده دلوقتي احنا عندنا في النادي الاهلي انا بقول ليه عندنا عندنا في الناديَ الاهلي انا هترابنوا علي كده أول ما كانوا بيجيبوا لعيبة ماال incomplete شا حصلت معاكل الاهلي قاله انت عايز النادي الاهلي ولا مش عايز النادي الاهلي بالظلط بيش حصل معاك كده حصل لو قالهم لأ حتى لو انت ماضي bulunك اروح الحتئ الاندي بالظبط قال لي مختار كده قال لي مختار عايز تيجي ينادي الزمالك امضي عالاستمارة وبعد كده حنعمل لجنة في اتحاد الكرة حتختار هتختار الزمالك امضي مش هتختار الزمالك رو عالنادي طب انت حصل معك ايه بقى وانت يا أبو رحاب آآ حنجيب لك الاستغناء وانت يا حمدي روح اجيبي الاستغناء اترى كتنحيل من روح فينك ان يلادي يسكت آآ قال لي انت لسه عشان انا تحت واحد وعشرين سلام آآ فبش هيسبوك بقى انت لسه صباية بالزبط قال لي انت تقدر تروح تجيب الاستخدامة ترو مقدرش يا كابتن حلمي آآ هجيبها ازاي آآ لذلك بقولك احترامي عن الناس قدام يا كابتن مصطفى يا سلام آآ مبادئ وقيم واخلاق وقال له حتمضي حتيجي نادي الزمالك مش حتمضي خلاص روح على النادي الاهلي انت اتفقت معه ما حصلتش نصيب بقى وانا ما حصلتش نصيب آآ رحت المقاولين للعرب مقاولين للعرب اللي وعب منها بالحق مين اللي شافك بقى وقال لك انت لازم تروح المقاولين للعرب الكابتن فؤاد صديق آآ رحمة طلو عليه آآ كان حبيبي الله يرحمه آآ طيب شابك ازاي وكلمت كلمك ازاي آآ انا كنت منقطع على النادي اسكو ليه بقى ما بروحش بقى عشان عايزة اخد استغناء وامشي آآ آآ وجايلي حاجة في السعودية مع الكابتن عبدالصالح الوحش كان ماسك في السعودية وكان عايزني آآ لكن ما قدرتش يسافر الشيخ طه قال لي لا تقعد هنا كان الشيخ طه ماسك اسكو طلع عشان خامايا وامشي مع الكابتن عبدالصالح الوحش وكده كان معاه عادل عزيز أيوه هارفوا انت طبعا عدل عزيز وص الملع أيوه بالصب وقعدت معاه وقالول للكابتن عبدالصالح الوحش عايزك وحيكلم الشيخ طه سمعين آآ ان يسيبكو كده الشيخ طه قال لا قدرتش اسيبو طبعا ده بتاع نادي اسكو وهم حرين فيه بصراحة يعني طيب ازاي سابوكو روحت المقاولين روحت المقاولين بقى روحت للكابتن فاتس دي آآ المهندس حسين عثمان راح سنك كم سنة بقى؟ سني 24 سنة يعني خلاص كنت عديت بقى مرحلة الناشين خلاص بقى خلاص عديت الشباب 23 24 نعم المهم روحت على نادي اسكو المهندس حسين عثمان راح قابل رئيس شركة نادي اسكو عبد الكريم محمد علي مهندس فعبد الكريم قال له لا احنا مش هنسيبو احنا هنحطو في جامعية عمومية الاستغناء بتاعته هندخلنا في جامعية عمومية 14 ألف عامل هيقولوا لا خايفين هما؟ آآ المهم المهندس حسين عثمان زاعل وسابي القهوة بتاعته ومشي وزاعل وبتاعه وبعد اسبوع او 3-4 ايام اتصلوا بالمهندس حسين عثمان قال له الاستغناء جاهزة يعني عثمان بيبقى اكلم موزير الصناعة ساعتها الزيندين انتبقى بقى شركة القطاق انتبقى قطاقى العمال ايوى اه فروح طرررح لكابتن فؤاد صدقي كابتن فؤاد صدقي يا كابتن مستفى كابتن فؤاد صدقي هو اللي اختارك ولا ايه ولا راح لقاك موجود لا هو اللي اختارني هو اللي اختارك اختارني انا وجمال عب عظيم من الأهلي ومجدي كامل بدأ تقلقك في المقاولين العرب وبدأ نجمك يجبر 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 انضميت لمنتخب مصر من روحت الإسماعيل ولما كنت في المقاولين لا كنت في المقاولين كنت في إسكو أول منتخب روحت مع الشيخ طوة إسماعيل روحنا الجزائر اللي هو الجون اللي جابوا الخواجة في ليبيا في ليبيا ويردوا ما جابوا طيب احنا هنا لما جينا بنتكلم في جزئية مهمة جدا انت مع المقاولين العرب كنت في الجيل مسمينه الجيل الزهبة كان فيه نجوم ملكوش أول من آخر يعني خدته دوريا وخدته كاس إفريقيا وخدته كاس مصر الجيل دوت اتكون ازاي اتكون بفكر الكابتن فؤاد صديق وكابتن عمينة من الحج بقى يدوروا على اللعيبة اللي حجبوها جبنا مصطفى عبد فضيل من الأهلي ايوا وبعدين جبنا جمال عبد عزيم من الأهلي ومجدي كامل من السكة الحديد وزمزم ومجدي مصطفى وجمال سالم اتكونوا وسعيد الشيشيني اتكون الفريق المهولين من مجموعة اللعيبة دي بعد كده جلنا على نبيل وكان معنا نبيل عم لا نبيل كان في الأشبال اللي عندوك لا علاء كان في الشمس اه جبنا علاء اه وكان فيه موجود عبوه ده ايوا طبعا وناصر محمد علي الله يرحمه جبنا من مصنع ستة وتلاتين فعمل توليفة كابتن فؤاد صدي الله يرحمه وكابتن عمينا بالحج فبقى عندنا فريق قوي زمزم الله يرحمه وكان باكليفت عالمي وكان عندنا نبيل عمار وجمال سالم ومجدي مصطفى كان عندنا تيم جاء قوي ردوان لا تيم جامد جامد وتكون في فترة زمنية وليلة وفي نفس وقت عمل نتائج عالية قوي وجبنا انتوان بيل وانتوان بيل وعبد الرزاق وعبد الرزاق انتا غانا انتا غانا واسماعيل نيفان اه جي اه طبعا مقولة السوداني السوداني اه جل ده كان عندكو فرقة والله يرحمه زمزم كان مقولة وزمزم يعني كان فرقة فرقة جامدة قوي ليه المقاولين دلوقتي تحس كده برضو ان ما في الناشئين بلتوع بش متاع زمان احنا تعودنا وشوفنا ان المقاولين كان هو وامبي كان بطلعوا نجوم عالية قوي ليه انتا بقى اللي بتكلم على المقاولين دلوقتي المقاولين دلوقتي بقى الناس تستسهل ان انا بجيب العيد جاهز جاهز اه ما يعني لسه التصنيع وهي قطاعات الناشئين مفروض تكون تجهيز للفريل اول لا الواحد يبص البطولة ولا يبص الحاجة غير ان يطلع النادي الهالي كان مطلع رمضان صبح اه طبعا طالع من قطاع وكلا